في مديرية دار سعد تحديدا هنا في قرية الفلاحين يسكن سليمان يوسف أحد هوات الفن حيث نزح من مدينة زبيد إلى العاصمة المؤقتة عدن وهو يواجه ظروفا حياتية صعبة وحيدا بعد أن اختار لعائلته مكانا للإقامة في محافظة لحش البيت اللي أنا أسكن فيه الكهرباء موصل من عند الجيرة الماء روح هنا أنا قلدي باب فطبعا هذا العام النفسي صعبة أحيانا ممكن لو أنت شيء تكتب أنا أكتب مثلا نصوص أو فكرة أو فكرة سكتش يتعبنا كثير أحب سليمان التمثيل منذ طفولته وكبرت معه هذه الهواية وبشغف المحب استمر فيها مشاركا في أكثر من عمل نحن نوصل الرسائل بس ما قدرناش للأسف يعني ما قدرناش بعد الحرب العمل الفني حقنا أنك تلوم أسرتك وتحافظ عليها من القراب والدمار الموجود على كف عفريت أروح وأغتدي أفتش عن يومي وأبحث عن غدي أنا نازح يعني طريد مشرد رمته سهام الحرب من كل مرصد شأن سليمان شأن الكثير من الفنانين إذ تكثر شكواهم من ضعف دور الجهات المتخصصة بدعم الفنون والآداب وغياب الوعي لدى المجتمع بأهمية رسالة الفن لتغيير الحياة ودفعها إلى الأفضل سليمان هو أحد الفنانين الذين نزحوا إلى العاصمة المؤقتة عدن هروبا من الحرب الدائرة في مدينتهم لواجههم هنا ظروف المعيشة الصعبة وتبرز أهم متساؤلاتهم متى تنتهي هذه الحرب وما هو دور الملموس الذي قدمته الجهات المعنية للفئة المثقفة التي أصبحت مهمشة حنين جمال بالقيس عدن أتمنى ؟ شكرا